السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصة مذاق الحرمان و البافت العشرين ساحبني من ايدي للاستقبال وسد الباف ظل يتباع علي بخوف شبيك منتظر شنو تريد منتظر اخذ حقي مني وبعدها انتي و ابوك تجون تبوسون قندرتي حتى اقبل الزواجج خيال لا منتظر الله يخليك لا لا تتسوي هالشكل ابوسي لك منتظر اوخر لا اوخر يا حقير يا ندل الله لا رفقك ان شاء الله الله ينتقم منك ومن تربيتك الخيسة جاب حجاب راسي وسلحه القي بي حتى يمنعني الصوتي يطلع حاول تقامه صحية دفرة شرمخة مارفاد فجأة انقلب مثل وحش حتى وجهه صار يخوف الشق ملابسي من يوم صدري وهجم علي يلهث يلتم يلتم يلتهم جسمي بشكل مغزز صار تشهق بالبيتش يوادع رب العالمين يخلص منه بس هالشي يحتاج لمعجزة وهي هات تعقق المعجزة بها مثل الوقت باوقت عليه و احاول ادفع به بل كتيرفع راسي و يشوف الخوف بعيوني و ينكسب قلبه عليه بس للأسف ما صار هالشي خلص خيال لا تحاولين اللي هنا و حياتي انتهت قمطعوني و اعلنت استسلامي انشان اسمع صوت رج رجع لي الامل بالحياة لك هاجده السور قبل جرب اسلاحه و ضربه بظهره بظهر وقع على جسمي انفجاعت من انصاد ما حتى ما قدرت اتحبك بعد او استر نفسي خليت ايدي على اذني و قمط اصايحه بكل صوتي رغم حلقي مسدود بس احس الصوت عب المكان كله اجي يفكر علي هو داير وجهه وجهه حتى ليش يوفني بهال منظر سحب منتظر مني و ذبه حال بالقاع و نزع سترتش و مرهع علي هو يقول استر نفستش رهاي وصعدي غيري ملابسك بسبعة اريد البسها ما اقدر كل جسمي ينفض من الخوف تحت الحجاب من الحلقي و شمرته على راسي و قمت اشهق خيال ليش قتلت اثر ليش قتلت اثر ليش قتلت اثر اثر يمشي غيري ملابسك حتى اخابه حسام فضيني بسرعة خيال دا نقيت على متظر قليت اصبعي على رقوبته اجس النبضة كان يسحبني اثر من ايدي بقوة اثر قومي ليش لتلزمي هذا نقص خيال بعد عايش بينبض اثر الله يخليك تلاحق عليها لتروح بيها انته فجأة قام يدفر بي برجليه بكل قوته وقفت اقباله احاول منع ما قدرت فقد تماما لحد ما شمرت نفسي على منتظر يلا ووقف ضرب وجبني من فوق اثر صاحا هو داير وجه عني دا اقلش قومي ستري نفسك خيال باوعت على روحي ستر ستة طويلة بس رجليه كلها طالعة ماشي رايحة الله يخليك لا عوفة كافة لا تذهب خاف يمو صعدت الاركض بس الثرب طويل وستريج نزلت بسبعة لقيتها قاعد على غنفة ايده على راسه يباو على المنتظر عطت بيها الخيال يلا تصرف للضل قاعد هاتشي حسام شنت قاعد ويا اهلي بالصالة ندق الباب دقت الباب قام اسر فتحها شوية ودخل هو باجي زينب زينب سلام عليكم كل عليكم سلام ويام هله ابو ام سجاد زارتنا البركة زينب بالامهل لي حبيبتي شلونيك عمش مشتاقت لك والله الحاجية بعد روحي الغالية وانا مشتاقت لك مشتاقت لكم فيضل عدوان خيال باجي ليش ما اجت ريال زينب ما لها خلق شوية لذلك ضلت بالبيت اسر لعد ليش تعوفيها وحدها مو صح هالشي باجي زينب شكوا عليها سديت الباب واجيتكم وهي هنفر وضلت الباب الداخلي هي نفسها على نفسها انسرت زين لعد حسام انا قايم اسباح حتى نطلع سو انتظرني لاتروح حسام لا انا عندي شغل بالمكتب ما اقدر اجي وياك اليوم اسر خو على راحتك راح اسر اسباح وطلع قابلي صعدت بدلت وخابرت صديقة على مود الشغل قال نص ساعة واصيب المكتب نزل استنبت عليهم طلعت ده الشغل بسيارتي خابرني اسر حسام ها اسر خير اسر طلعت لبعدك حسام هستوند اتحرك اسر تعال البيت عمي بسرعة حسام يا عم منهم اسر ليث يمعود واستعجل شويه حسام اصطايرش ردك اهنا خو ماكو شي اسرت حسام لا تشلع قلبي وتعال وشوف وتعرف كل شي حسام جايك ثواني شغلت سيارتي وراحت البيت عمي اتفاجأت بالبار مفتوحة دخلت عسار وصحود وينك اسر طلع من الاستغبال اهنا تعال طالبت مني ادراحت شي صارت عين على الاستغبال هاي شوكو منو هاذا ركضت على دير در تل صدر منتظر سبحان بدمه خيال حسام الله يخليك تلاحق حقله قبل لا يموت حسام مش صاير ولكن فاهموني اسر هذا الخاسيس احتدى على خيال وقام يدفر بيه برجليه بكل قوته حسام عوفه عوفه لا يموت ساعدني حتى نوديني المستشفى خيال حسام اريد اجي وياكم اسر لا ما تجي روح البيت اهلي بسرعة خيال لا ما اروح اي مكان اريد اجي وياكم عافي احجي وامسح بدموعي اسر قلت ما تجي كافي عناد حسام اسكتي خيال هاتش هذا السويج فتح سيارتي بينما ضلعه مننا اخذت السويج منه وضلعت اركض فتحت الباب شوية اجيو شايليه ودخله بالسيارة حسام صعدي يمه وضغطي عليه جرحه ينزف في فغير اسر عوفه حسام خليت روح البيت اهلي حسام لازم تجي ويانا نحتاجها اسر لين تعرف اشلون توقف النزيف منا لمن نوصل للمستشفى ترجعه من وقت العناد سكت ما حتى شي صعدت في السياء صعدنا وتحركنا بسرعال بالطريق خبرت عمي حتى يجي هو الولد بلغت يجي باجي وياهم على مود خيال اول ما وصلنا للمستشفى تلقونا بالباب اخذوا منتظر منه ووقفنا بالصالة ننتظر باوعد عليهم واحد منتهي من الاصابية وثاني منتهي من البشي والخوف طرب منها رفعت راسها تمسح بدموحة خيال حسام يعيش مو ريحين وقل لي يعيش عافية حسام بخيال السوالش اعتدى عليش الولا خيال دنقت وبخجل ايه لا ما اعتدى ما ادى والله ما ادى وغطيت وجهي بايدايا واش هك بحرقة بتشيت بحيث نفسي نقطع لحد ما عاض بيه اسر اسر شنو يعني ما تدرين شنو جوابي الولا احتي خيال كافي بشي خيال ما ادى والله ما ادى من الخوف كل شي ما حزيت ساعتها اسر واش طبب للبيت يمتش فاهميني شلون تا تلتقينوا يا واهلك ماكو احتي احتي لابتي اللي بيتش والخلاقش ضليت ابتشي ويصيح لحد ما سكتوا حسام بلقوا بارت عليه ودموعي تجوي كاني اغزنو يجر الباكت ويدخين عا صوت عالي اسر فوق القهر التدخين ممنوع اهنانه التدخين ممنوع حسام ادخل دخن بابا اطلع دخن بابا وتعال خبصت الدنيا والعالم مرضى شجاك اسر دير بالك عليها شوية وارجع حسام ما يحتاج توصيني خلال طلع اسر قريب العشر دقائق شفت رجع بس مو واحدة ابوي وامي واخواني ويا بس شفتهم قمت افكد الحظن وما ابشي حظنهني حيل بحيث بشيت بشيت وياي كان عاط طاهر بيا بصوت نرززني من مكاني طاهر جابه يمج وليج ليث لا صيح منا العالم ما ناغصنا فضائح طاهر يا با خلي نفتهم منا منهج جاي صيب حتى نعرف نتصرف طاهر تعالي شوية رادي ضربني ركض فداء دفع عني وعاطبي فداء كافي ما حديث دخل خلي ابوي يتصرف ليث جارني من حظر مامو قاعدني عالكروسي احتي يلا شصار وش سوى وشي سوى منتظر يمج بالبيت خليل قاعدت اسوله فنو كل شي صار كلمة يفهموه عشرة بسبب البشي القطع حتى نفسي حسيت احد حسيت احد مثلي بطل ماء رفعت راس شفت اسر اخذت منه شرابت رجعت كملية كلامي ليث يعني هسه هو شنو يعني هسه شنو اعتدى عليك خليل ما ادري والله ما ادري ليث انتي شنو خيال لما شفته جاي مثل الثور الهايج شلون تتنفزينه وتخلينا الوصلة الحمراء قدامه خيال والله مقصد بابا بس بدت اخلص منه باي طريقة ليث قوموا اخذي بنتش لردها النسائي خليه فحصونها بسرعة زي نبيا يموشة قلهم ليث كل شي اللي قلينهم بعدين ادبر الموضوع وياهم المهم خلينا اعرف هالقذر اخذ شرف هالعلى خيال رعتوا يا ماما خايفة ارجف من الباح يصير وصلنا لردها النسائي قاعدت على الصفحة وضليت ماما تسولي في الدكتور اخر شي صاحتني ورحت وياها صالت على السدية وغمرت عيوني خوف على خجل على شمئزاز ما ادرش صارش ويو قالت قومي ماما خلصنا باوعت عليها ابنظر التساهل شانت تهز راسها وتعوفني لبست على السريع ورفعت وراها سمعتها تقول الماما بعدها ابني جريت نفس قوي رفعت راسي ودموعي نزلت ألف الحمدلله رب العالمين الحمدلله يا حبيبي ربي يا ربي ألف الحمدلله يلا خيال امشي اماما جاية رجعنا للصالة كانت صدم الشرطة موجودين يمهم قبة ركضت خايفة على أسر خوف مطبعي ليث ها مسجاد موعد عليهم كلهم ركزوا على ماما حتى أسر وحسام زينب لا الحمدلله وشكر وعدد سلامات الضابط فصار هنا شلون صار الاعتداء ومن المعتدي على الولد أسر أنا سيدي الضابط ليش اعتديت علي أسر بيني وبينه مشاكل قدية واليوم صار جدال ما لنهاية لحد ما فقد فقدت أعصابي ضربت بهدون ما أحسن على نفسي ليث أسر أسر يا عمي ما قلت لك أنا بهاي السالفة خيال بدون تفكير صارت لا سيدي تشذب مو هذا نصار أسر خيال شبيتش باجي سكتي سكتي بنتج ما ريدا لو تاخذه منه وترحين خيال لا ما أروح لأي مكان باوع سيدي هذا الجوائي صير خطيبي واليوم حاول يعتدي علي بنصب بيتنا وأسر إجاب الصدفة شار في المنظر قدامه فما أتحمل وضربه الضابط منهم أسر خيال هذا واش شبث علي الضابط وش تصير منك خيال ابن عمي الضابط زين لعدة تفضلوا ويانا أثني أكو أسر طاربت مني طاربه مني صارك على أسنونا بأصابيه ليش هتشيتي خيال وشلون تحشين وتورطين وعجب هاي السالفة ليث لازم تحشي معادلة تورط بسببها والظل ساكته أسر بس عمي هيتشي راح تنفضح بالمنطقة وإحنا ما عايزين ليث تدوار اليدي المهم تطلع أنت منها سلامات طاهر عجبك يا بشبت بناتك شو سوهم بيني تالي عمرني فداء كافي طاهر ترجاك كافي حسام ليش ديت حاسب خيال ترى ذنبو على هذا السافل النايم جوه طاهر لا الغلط منه ما كانت المفروضة تأمن لو تفتح الباب حسام غير خطيبها واضغا منه شمدري هيا راح يطلع عديم شرف لها الدرجة أسر عمي شلون تالي راي ياخذون خيال المركز تعرفون تعرف شنو معناها ليث لات خافوا اليدي كنا وياكم ما راح نعوفه ولا نعوفك بوع الأسر الغل يجادل ويا أبوي اخر شي ايجي واحد من الشرطة سحب ايدي وكلبتش اللي وراه خبلت من المنظر قبل وكضت عليه نتهبته بأصابية خيال هاي ليش قيادت ايدي هاي شكل تفضلوا يعني انتي هم راد هي لزمني كان يدفع أسره بعكسه أسر لا تتطخوا لك الضابط بلا مشاكل رجعا يا بيت لو تستعجلون ورانا شغل دا وجه على الشرطة وقال عسين انت الظل هنا راقب وضع المريض ظل ويانه على اتصال فداء حسام انا هم انت هم الظل اهنان انا رحوا ياهم حسام شغلي مو يومهم شغلي يومهم مو هنا وانت بغى راقب الوضع بينما اروح احلان السال فبجعلك ليث يخلي حسام يروح وانا راح اخابك على ابو منتظر اشوح للموضوع وقالع اخذونا اخذونا والطريق كل عيوني على اسر الحاط عيوني بالقاع وحتى ما اهبار علي لو بنظر عابا وصلنا الهناك فتحه ايدي وضل الشرطي يمنه اتقربت منه همست لب صوت ناسي خيال ليه ضربته اسر اذا ماتش راح يصيب بيك انت اسر سكتي خيال ما اريد اسمات صوتش خيال هالدرجة ضايج مني سكت ما جاوب ظل مدنق غاسة اسر والله انا شلت اريد انفصل عنه لما اجي للبيت قررت انهي كل شي ويا بس هو استه لان شك بينا عدنا اسر رفع راسي وباوع لي بعصبية لتشبحي لي اي شي لان ما تهميني خيال واذا سويت كل هذا لانيش بتعمي وعرضي من واجبي احميك ودافع عنيش لا اكثر حسام هاي شنو بعدكم هنا اسر حسام حل الموضوع خيال لا تخلي اتطول المركز خيال لا حسام عوفني وضل ويا اسر الله يخليك وطلع من السال فلا تخليهم يسجنون حسام كافي سكتوا دوغتوني رايح للضابط هالي اشوف شوقت يستجوبونكم حتى عرفت طبع راح حسام شوية ورجع ويا الشرطي مرة مرة ما اعرف اش عدها هناني باوع على اسر وقال الضابط راح يستجوبونك بس قبل كل شي اسمع مني شنو لازم تقله اسر وخيال حسام يستجبونه وراك لا تظل تفكر بها اسر احشي سمعه قاعد حسام يشرح له وانا اسمع وياه لان الحشي كان موجه ان ثناتنا قريب ربع ساعة وصاح الشرطي اسر غيث محمد اسر نعم تفضل الضابط يريدك حسام هسه شويه وجاي وراك لا تخربط اسر احشي مثل ما فهمتك بالضبط اسر وين تجي لا تعوف خيال ما عليك بيه انا اقدر ادبر نفسي حسام هي اصلا راي اعطوها بالغرفة الثانية غرفة التحقيق اسر منو يضل اياها حسام هاي الشرطية وصيتها عليها اللي يضل بالك يامها اسر ماشي بس مع ذلكها دير بالك عليها وحاول تشغل اه تحل شغلتها باسرع وقت حسام ان شاء الله تبسيطة اسر مجابد استجواب لان الحادثة تخصها بس الدوار والباغع انت العلتك عليه العلتك عليه والله العالمش قد راح ناخذ وقت يلا نحن الموضوعك اسر مو مهم حسام يلا رايح ودير بالك على خيال حسام اضحك لما وصيتني من تنتبه من تنتبه على روحك الولا لا غير بالتعمي مثل ما هي بتعمك شجاك خيال راح اسر بشويه واجت الموضوع اخذتني بل شو تح يحققون وياه حسيت مثل ما قال لي حسام قريب الساعة يلا طلعوني لقيت بابا وفداء موجودين بالباب ليث الصار خيال ما اعرف بس حسيت مثل ما قال لي حسام ليث وين هو حسام خيال يمكن يمأسه حسام ها عمي من الضل بالمستشفى العد ليث طاهر طاهر اجوا ابوه اخوانه حسام اشقال ابوه من عرف السار فليث ما قبل من على عملة ابنه بس اخوانه اتخبله وصارت لغاوي ما بياشرحها اليك المهم احشي ليش صار موضوع خيال واسر حسام خيال راح تطلع بس اسر حجزه للأسف وهذا الشي المتوقعه خيال اشلون يعني حجزه حسام 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 اللي قاد اشتردين اشتردين خيال الولد بين الحياة والموت وتردين هو يطلقون صراحه بكل سهولة ادعو لربكم ما يموت لان اذا مات فاسر يروح بيه خيال بس هو شان يترافع عني ما تغصد اكتله ما يغصد اكتله واي واحد من كوم المكان ما يتصرف هالشكل حسام هالهاتشي يخفف عنا التهم ويرفعها نهائيا خيال بابا الله يخليك سوي اشي اشلون تخلي اسر يبارك بالسجن ولا باجي تروح بيه اذا عرفت ليث فداء اوصل اختك للبيت وارجع لهنانه خيال بابا الله يخليك بس تسمعني ليث حسش ما ريد اسمع الخيال قلبي محمد عليك خيالات الله فولي من وجهي اسألك حسام روحي خيال لا تخافين عن حل السالفة ان شاء الله قابل لا تكبر خيال ان شاء الله رجعت لي افداء بنصر طيخة امامه قتلت له انا ببيت عمك لابني يومهم ورجع الاسر دخلت لصالة لقيته بخاب صين الدنيا بالبيتشي خصوصا بباجي ويام وبسيارتني اجت باتجاه تركض ويام ارتاحيتي هسا من دمرتي الولد خيال نزلت تموعي بسرعة والله باجي ماتشينة رايدها هشي الحجية طبي بي بي وعذريها قلبها محروق على ابنها اتشبير فيض خيال احجي شصار وليش اسألكت الخطيبش خيال فيض عوفيني تعبانا ما بيا عيدا الموضوع كل شوية زينب حبيبتي روحي جيبي لها ماي ومن ترتاح تولف لكم ان شاء الله فيض صار باجي خيال رحت وراها المطبخ على السرعة فيض اريد ملابس نظيفة فيض شا سوا بين خيال اسبح فيض تسخهم لا اعتداء اليج وضربت على وجه خيال بس حاول يعتدي عليها وتتلعب نفسي من نفسي فيضلت تبجين يا عمري ومن الله لا يوفق ان شاء الله خيال امين يا رب العالمين حساب بقنا ان انتظر اسر يطلع من يمن الضابط وعم يحترف شي سوي بس ما قدر يطلع علي ان منتظر حالته مجهولة ومستحيل يقدر نتصرف اذا ما صح واتله وافاده بافادته للشرطة واقف اباوع للباب وقلبي يدق ذراسي من التوتر وانا اوقف اتفرج وما بيدي شي اسوي حتى ان اغذى من هالمشكلة شوية انفتحت الباب وطلع اسر وركضنا باتجاه ثلاثتنا ليتها اسر الصاويات اسر ما صار شي عمي ينتظرنا الصاقط يصحى على مود يدلي افاته وراها يقرعون مصيري ليت ان شاء الله يصحى ويدعيها سلامات حسام تخبل بعد على اساس احنا ناخصين اخبارك يلا عيني تحبك بسبعة اسر يمي خالب بس ارفعيدك ما يحتاج تلزمني امشي وحدي اقول حسام خيال صار يا اخوة مرة بعدها هنا انا حسام لا رجعت للبيت اسر زين لعد دير بالك على امي لا تخليها لا تصري لها شي حسام متطور ان شاء الله باتجر انطلعك اسر ان شاء الله راح اسر ضل يتعبار علي ابخنقة ما متخيل راح يبات باستجنوية المجرمين والقتلة بس بشبيدي علي هذا القانون من يقدرون غيرها خصوصا اهل منتظر يدي يتابعون القضية ويانة ليث حسام انت طلعت طلعت على افادة اسر الأولى حسامي عمي طلعت ليث اصار للبيت بذاك الوقت وينف وينقذها من هالسافل حسام اولا مشيت مشيتها بالعالمين السخرتها اله بالوقت المناسب ثانيا باجي اجت يمنى وقالت عافية عفت خيال بالبيت فاسر اعتذر وعاتبها لان عافتها وحدها وراها بشوية تضع من البيت فشاف سيارة منتظر يمكم والباب مفتوح على حال يشرك بالموضوع ولما اندخل للبيت شاف هدوع عرف انه اكو شيء مطبيعي وصار اللي صار ليث السلاحة مرخص مو حسام طبعا عم يرخص ما يحتاج لها السؤال ليث بس دا اتأكد حتى لو نوقع بمشكلة جديدة فداءوا هسه وقفتنا هنا مالها داعي بعد خلونا نرجع للمستشفى نشوف الصار وياها بل كتعدي سلامات وتخلص ونخلص من هالطلابة حسامي صح كلامك لازم نرجع لهناك حتى نحكي ويا اهلي اكيد مجتمعين يمه خيال ظلينا ينبيت عمي لليل غريب العشرة جو الولد ويا ابوي قول قمزة مرة عمي استقبلتهم وياام وين اسر ليش ما ارجعوا اياكم حسامي يومه هدئي الله يخليك وياام لا تقل ليه هدئي اريد ابني يجيبولي ابني لا اقلب الدنيا على راسكم ليث ام ياسر ام اسر قولي يا الله كلها يومين ويرجع لك بس ان شاء الله يحتاج لها صبر شويه وياام صبر واضحك شلون تريدني اصبر وابني ابات ويا المجهمين حالة من حالهم ايش وقت جهالي ينامون بالسجون حسام فيض جبيننا ماي ريقناي بس اليوم فيض اخوية الدلالون وياام حسام سوي شيء للظل ساكت حسام ان شاء الله يومه قاعدنا بالصالة امي ما بطلة نوح وبتشي لحد ما نفسها انقطع افتها براحتها حتى تفرر قلبها وتفتاح شوية لان ان البتشي وحده يريح مثل مثل هيتش حال الحجية يومه ليث خو ما مات الولد ليث لا يومه عايش الحمدلله الحجية وش راح تسرب موضوع خيال وياه ليث يتزوجها غير خيال بابا ما اريده الله يخليك لا تخليني اتزوج هذا الحقيق ليث خيال نفسك ما اريده اسمعي كلي تشكافي السويتي لحد الان فيدار يابه تحشي تزوجها تزوجها بعد كل شي سوا حسام حشي فدار صح المفروض تخليه يطلقها ورجله فوق راسه بعد عملتها الحقيقة ليث وشقل للعانم وبعدين اذا كان مريدها وعاندت وياه احتمال يسويها وحده بوحده ويعاند بالموضوع التنازل ويروح اسر بيها حسام مو بكيفه يعاند لان هالمرة انا اكتله بايدي ليث ممكن تبطلون الانفعالات وتخلونها انحل السال فبهدوه لو لبيكم ما يخليكم قوم فدار على السريع جيبلي علاجي من البيض قلبي قام راجعني حسام سلامتك عميشت حس اهضك للمساشفة ليث لا بس جيبولي علاجي بسبعة اختنق الترى حسام اركض فدار جيبلي الاكسجين دي اختنق خيال بابا اشبيك بابا تسمعني حسام دو دو اخر خليه تنفس خناك تيب الزايد بهاي الوقفة الحاجة يا يوم ابني راح يروح من ايدي شاقول عليك مبتض يا مبتضى من مبتضى اللي رافقك ولا وجه لك الخير بكل حياتك ليث يوم منتضى مو مبتضى حشاها هو ايدي اختنق حسام اضحك بي بي كثبيننا من دعاك لان بين عليك قد افتيت تحركين تحركين عمي و اتطلعين من ورعك الحاجة ينشب لك اشوفك قاعد استهزئ بي بيتك و بصماخ حسام اضحك لا بي بي ولا عشيت ولا تشنت اذا استهزئ بيش فداء وخر حسام خلينا طي العلاج حتى اشد للأكسجين حسام بعد يومين صحا متضى الحمدلله اخضر وفاته وراها دخلت انا وعامين يحكي وياه بموضوع عسر وخيال بس ابد ما جنه متوقعي مده علينا متضى اولا لا تحاولون لان انا لان ما اتنازل عن هذا اللي واذا ما اخلي يعفن باستجن ما اطلع عانه متضى ثانيا بدكم ما اطلقها واصب ما عليها تتزوجوني ولا افضحها بكل المنطقة تصدقوني حسام لك كلب ابن الكلب شنو هالعين الصلفة فوق شينك انت ابراهي منتضر لا ترى الله تحسن لك لان غلط ما يجيب ويانا نتيجة ليث ولين يجيب وياك نتيجة منتضر هم لا ليث اذا ما تترك لي غير خيال منتضر اش تقصد ليث انت تعرف شخصد انت تعرف لا تساجل عبزك يلا حسام خلينا نطلع منه حسام اول مرضى لازم اتعمى من ايده شنو يتسوي وياه هذا السقط ليث ارتفتهم شنو ادل بفاته تقدر ترفلي ترفلي هذا الشي حسام اي طبعا عمي سهل كلش ليث ارفلي لعدب اسرع وقت حسام ماشي ظل هنا شوي وارجع لك ليث انتظر ليش لابس متتخر علي حسام رحت للضابط واطلعك على الافادة المتضى باعتباره انا محامل متهم حسام باوعد على كلامه بصدمة ليش شي هذا معقولة لها الدرجة خسيس ونذل ماذا اصدق القاعد اشوفه بعيوني قبل رجعة العمي ولازم يتدخل ويحل الموضوع لينبين عليه حقيناه على الشر ليث ها حسام حسام والعمي شكل لك ما اعرف ليث احتي حسام هي متل تن ما ضلت عليها هاي حسام ناكب كل حتي خيال وقالي لانا غربت منها ابرطاته وشنا متفقين على هذا اللقاء بس بعد ما ظلت بالبيت الوحدة ليث غمضعونه وصموا يدها بعصابية لا يعادي مشرف كل شي توقعت يطلع منه بس مال هذا يحتي على عرضه وينطب بالانسان اللي مفروض تصير مرتع عن قريب على هذا المتوقع متوقعته ابد حسام اش راح نسوي عمي اسف صار لك رومين بالسجن والوضع كل ما اجاله يصير اسوأ ولازم نتصرف ليث يطلع وعيونك يطلع وهذا الكلب راح يتنازل وفجله فوق راسه حسام اشلون ليث خلي السالفه علي لتفكر بالوضع خيال مر اسبوع واسهر بالسجن لين نهام قابل قبله قابل قبله ابتشي وادعيله ومنظر هذاك الحقيب هو يحاول يعتدي عليها ما يروح من بالي للمغرب ده اخر القرآن على السجن ده الجهاز صدر وقمت اشوفا منه تفاجعت برقم منتظر جوابت بسرعة ومنتظر ها حبيب تشتونك خيال اختصر بسرعة شترين منتظر حياة ومستقبل حبيب القلب بيدي اذا تريد يطلع من السجل خلينا نتزوج بلا مشاكل خيال مو كيفك منتظر راح تطلقني وراح تتنازل عن اسر غصبا عليك منتظر اضحك ضحكتيني والله تدرين الموضوع مو بصالحك لان الشرطة تأكد تأكدت من وجود علاقة بيني وبينتش بعد ما ادليت بإفاتتي وقلت لهم سلمت لي روحك سلمت لي روحك اب كامل اراتتش خيال فتحت عيوني مصدومة شفت شقدت شفت حقراء واشبه رجال بس مثلك ما شفت اب كل حياتي روح منتظر ما قول غير بس الله ينتظر منك ويطلع يضل على حربتي بيك وسدية الخط بوجهه شوية ورجعت تصل رفضت وقفلت الجهاز لذيت ان اروح واجي خايف من كلامي لدرجة اجابالي اوافق على عرضه وأقبل الزوجة بس حتى يطلع عسل من المحنة العقع بها بسبب عسل بعد ما اشتغل عمار بديت حياتنا تتحسن شوية ورشي ورشي موت هداء الثبعة لأم ياسر فترة بس سبعان ما رجعت العادتها ومشاكلها ما تخلص واللي بديت اتعب منها بمروة بالأيام شنا توقف المطبخ اشتغل واتصل الفداء صار لك كم يوم مختفي واجاومي فجأت المد علي وما صدقتني بتسمع صوتك عسل ها وينك فداء اتصل ماكو فداء حبيبتي مشغول والله بس خير ماكو شي ماريش شي عسل لا بس ردت اسمع صوتك واسأل عن اخباركم فداء اخبارنا تمام انتي شلونتش عسل زينة فداء احكي الصراحة ليش ما جاوبني فداء هايش بيش انا ببغداد عندي شغل مهم ومداء لحق احس احكي باسي هستوني يلا انتبهت المكالماتش عسل متأكد فدائي طبعا يلا تردين شي بس ارجع اخابش عسل لا سلامتك دير بارك عن نفسك فداء وانتي هم صديت الخط مني بس ما مرتاحة ساكو شي صعير وياهم ويديق بل يحكي لي بدا اشتغل وافكر حسيت على عمار حظا اني من الرب وعت لبتسامع عسل خير يا طيب عمار احبتش عسل ابحك وانا احبه هانا هم بس قل لي من الاخير اش عندك عمار هاي ش عندك هش بيتش قابل اول مرة تسمعي تسمعيها مني عسل لا بس الوقت غريب شوية يعني بنص المطبخ ويا طلعتك من البيت هاي ثوبت محقي عمار متبدين تدرين كل ما شنو كل ما اطلع اتخيل نفسي اموتن وساعتها اتخبل اشلون ما قتلك احبك قبل لا اودع الدنيا واروح عنها عسل اسم الله عليك شنو هالحاجي لا تخوفني عفيا عمار اضحك تخافين علي عسل طبعا اش عندي غيرك عمار براسني مش شفتي دفعتها بسبعة ليش تدفعيني وليش خليني مستمتع بالله عسل عمار لا تجي امك وش خلصنا منها عمار واذا خلي تجي هي اكثر واحدة تدربية شقد احبتش وغرقان بحبتش بعد عسل اضحك كاف اروح شغلة كم اول عمار اروح بس بشرط عسل لا بالله عمار تسمعيني تسمعيني لولا عسل احتي خليني شوف ش تريد عمار تعالي للغرفة عسل فتحت عيوني علي عمار صدق تحتي مو وقتك ابد عمار اضحك راح بالش بعيد اريد اراويش شي صدقيني عسل متأكد عسل ودعتك اندي صاعدت ويال الغرفة شان اتفاجأ بعلبة مالة ذهب على تشرباية تقربت منها دا اشوفها ايش بيهو انصدمت وبتخم يجنن عبالك مال عروس عسل شنو هاذا عمار عمار ذهب عسل اعرف بس مال بس مال ليش عمار ربع ذهبش موعدتش عرضتش وهاي انا اول ما اشترلت جماعتها على موت او في بعدي اليش عسل اتغربت مني وبستبخده شكرا حياتي بس ما كان الى داعي اكو شغلات اهم من الذهب عمار هاذا حقك حبيبتي واترجاج سدي الموضوع لاتجالت ليني بعسل بس والله ما كان اكو داعي دا احجي دا جهازي باوعت رسل لتتصل جاوبته كان يجي عمار يحاوطني بخصري رسل ها حبش لونيش عسل تمام بذاته نامي بس وانيسة رسل ويش والله رجلي نحس خليني اجيكم بالقوة والله قناة تهسر قبل اخيرا عسل قولي والله يعني راح تجين رسل اي وابات يمكم هم اضحك عسل احلى خبر والله العظيم يلا مو تتأخرين احسب الدقائق عالما تجين رسل تدللين بس حبيت انطيك خبر اخاف اجي وما القاش عسل يوم عودة وين اطلع مقابل الحيطان وقاعد دا احشي كان احسن بعمار تغرب مني وقام يباو واسب ركوبتي ضليت ادفع بي واحشي بخربطة لحد ما رسل شكت بالموضوع رسل اي شبيت وليش شو فلت فلتت براقيج عسل لا ما بي اشي رسل عمار يمجمو عسل اضحك اي شلون عرفتي رسل اضحك مبين خيه عسل تدرين تبدين بنعمتج شلون نغثه عمار اي غثة وليش رسل سدي الخط خليه راويها الغثة شلون يصير عسل لا توحين ولي تضلي كان يسحب مباو عمار قلتي غثمو عسل اضحك عمار الله عليك كافي عمار لا اخليك قد كلمتج ليش تتراجعين عنها عسل اي غثة شنو معناها احشي ولبنية وتتبقى واسب ركوبتي حتى ما اعرف اسولف من وراك عمار تعالي العد عسل عمار لا ورحك لا يمعود لا مو مبدلو تريد تتروح للشغل عمار انا مو دائح عمار لا ولا سمع مني لحد ما اخذه اخذ اليريدة ودخل الحمام السباح وطلع على السباح لان اتأخذ على المطعم اخذت ملابسه وطلعت من الغرفة داروح الحمام عسل عمى والله عيب ومياسر عيب وعلى اساس شلون يشعاد متشبعين مو هلكتي الولد السودع علي ما جاوب ثو دخل السباحات ما ادري ليش هلقيت راقبنا خصوصا بسالفة الحمام تتخبر منها وكل ما طبا اصبح لازم نسوي مشكلة لها اول ما لها طلعتنا شفي الشاعر ونسألتها كم اشياري بعدني ما اكفر بمضبط عركة ويعي وبدت تتفشر علي وعلى اهلي وتروح ترجع على سالفة الحمام لحد ما جزعتني ركضت الغرفة تضبيت وقفرت الباب حتى اخلص منها لازمت التخم ابا وعليه فرحانه مو على موده لابس عمار ذا كمني فوكه بيه قبل حتى ما يفكر بنفسه لازمت التراج لبستنا احسن ما ما اذني تسند دا البس بالمحبس دا الجهازي لبيت من ايدي رحت اشوف المنوشان رغم غريب مو بالعادة عسل انو نعم مرحبا عسل اتفاجأت بسمع صوت رجولي ما عرف القبل قلت له من وحضرتك بلا زحمه انتي عسل مرة عمار